هم كاملين معكم مشاهدين بهاي الحلقة المميزة من جزيرة أرواد وهلا رجعنا لعند العم أبو علي لنشوف شو صار بأكلة السماك يعطيك العافية أهلا سهلا فيك أهلا فيك يعطيك العافية طبعا هلا هيك الأكلتين جاهزين هاي السمكة حرة فينا نقوم وهي وهي السمكة مشوية هاي السمكة مشوية تحكي لنا شوي عن طريقة التزين هاي السمكة المشوية طبعا زيني هادي لا شك فيها دائما مع الطبق السماك بيت زي الصحام هاي السمكة المشوية طبعا ملحة وبهرة وبنحط لها زيت وطوم بالإضافة للزيج اللي هو لها وهيدي هي السمكة الحرة طبعا بيت الصورس بيتقلط من طوم من بصل من بهارات كسبة راكمول جوست الطيب قرفي دبس الفلايف اللي طبعا دبس الفلايف اللي نحنا بنجيبه ونطحه ونشمسه شغل الإيد كمان كله شغل إيدنا هذا نحنوا من شمسه وبعد منا نطبخه طبعا نحط زيت معه ونحط حامض معه ونطبخ الصورس شغلة عشر دقايق تغلي السمكة وتنطبخ طبعا تطلع ريحتها معناتها تماما شامين ريحتها كتير طيبة وزكية هلا كتير ناس بتعكل هم أكلة السمك لأنه أحيانا بتطلع زيتها شو بتحط لها حتى تطلع هيك هي الريحة طيبة بالملاح وتحطي لها لبهاراتها طبعا بهار أسود في كل أسود بالإضافة لملحاتها وتقليها أو بطي شوية بالفرن وبعد منا بتحطي السوس تحطيها عشر داية بالسوس تحت تقلي وتتقمر وتحطيها على الطبع وبتنزليها وأهلا وسهلا فيك هلا شفنا عملت رز كمان هذا بيتقدم حد السمك دائما هو مشروط يكون معاها ولا حسب الطلب حسب الطلب هلا في ناس بتقول لي تنزلي سيادية دائما يكون معاها رز ضروري تحكي لنا قديش إلك بهاي المهنة سملي شي 30 سنة بها المهنة 30 سنة الله يعطيك الأخير أهل الأرواح طبعا مشهورين بها العكلتين هذول الزرفات كتير يعني بالنسبة على السمك طبعا فيه أنواع على السمك حسب يستزوى أزبوا شو بده السمكي حسب نوع إذا صار أي غلط بالأكلة سواء ملح أو أي شيء تاني كيف ممكن تتعدل عليها؟ تتعدل إن دخلها أشياء تتعدل إن كان مي إن كان صلصة زيادة اللي طيب اختيه تتعدل كل مهنة بدنا نتشكرك كتير على هالدول الأطباء الحلوين يعني أهالي جزيرة أرواد ونحن تشرفنا فيكن وشكرا على الاستضافة الحلوة طبعا أهالي جزيرة أرواد مشهورين بهاي الأكلات وخصوصا أكلات السمكة شكرا كتير إليك يعطيك العافية شكرا 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 شكرا